ربما يخرق الدستور العراقي كونه حمال أوجه إنجازة لية التعبير تتحدث غلب القوى عن ضرورة إجراء تعديلات على بعض المواد الدستورية يعني إعادة النظر ببعض مواد الدستور هل ستعيد ترتيب الأوراق أم تخلطها بسبب الخلافات على كثير من القضايا بين المكونات والقوى السياسية ولا شوف يعني خلي أحكيك بصراحة وأنا عضو في لجنة كتابة الدستور العراقي ليس الخلل كله في الدستور نعم أتفق معك أن الدستور بحاجة ماسة إلى تعديلات جوهرية وهذه الحاجة تقريبا تبلورت وظهرت بشكل ملح منذ عام 2010 وحتى هذا اليوم يعني الآن الدستور ما عاد قادر على تنظيم العملية السياسية بشكل سليم إلا بتعديلات جوهرية لكن هل كل النصوص التي تم الاختلاف حولها أو التي انتهكت كانت بسبب أنها كانت حمالة أوجه؟ أنا أقول لك لا الجزء الأكبر من الانتهاكات الدستورية كان بسبب ضعف الثقافة الدستورية لدى الطبقة السياسية الحاكمة تارة وتارة أخرى المصالح هي اللي تستوجب انتهاك الدستور يعني راح أعطيك فد مثل يعني كثير يثار أنه بحاجة إلى تعديل اللي هو المادة 76 المادة اللي تتعلق بالكتلة النيابية الأكثر وعددا يقولون حمالة أوجه وتحتاج إلى تعديل واقعا هي ليست حمالة أوجه ولا تحتاج إلى تعديل لكن الإرادة السياسية هي اللي تلاعبت بالنص وأعطت أكثر من معنى وإلا تفسير صار هو من المحكمة الاتحادية السابقة قالت أنه لا بما أنه انتوا استخدمتوا الكتلة النيابية الأكثر عددا ما قلت الكتلة الانتخابية الأكثر عددا فإذن الكتلة الأكبر هي اللي تتشكل داخل قبة البرلمان أنا كعضو دعا أتحدث بصفة رسمية يعني بصفتي مشرع أقول لا النص لا يحتمل هذا التفسير النص كان يقول الكتلة النيابية للكتلة الانتخابية حالما تذهب إلى قبة البرلمان وتؤدي اليمين الدستورية تتحول إلى كتلة نيابية وتشكل الحكومة